تواصل الوزارة الداخلية حملتها اليوميا لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وقت ما كانت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 565 قضية تبوينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 816 طن مواد غذائية أما في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 107 أطنان وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 641 طن كما تم ضبط قرابة 69 طن في بجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فيما تم ضبط 919 قضية من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزد و 173 قضية خبز غير مطابق للموصفات في مجال قضايا المخابز ترجمة نانسي قنقر